السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي بالله أحباب بالله موضوع هذه الحلقة عن المهد المنتظر وعلمان الحلقة بداية نهاية بدأ الأمر والضرب القاضية هباء منثورة أحباب بالله بتعرف شو اللي صار بين وبين بدأ الأمر وكيف هاجمني ولماذا زالي هاجمني حتى بعد ما لغيت له محطته فتح قناة أخرى ونزل ثلاث أشطة ودخل على قناتي وصالي نزل شغلات بس أنا بتعرف عندي نظام ممنوع واحد ينزل إذا أنا ما بدي يعني من الناس اللي مشبوهين يعني مثلا إذا واحد بيجي بتنزل مثلا منشور واحد بس مسموح له بس إذا نزل ستين منشور عندي النظام يوقف هاي لأنا بدأ تأكد ومنزل فهو ياش قاعد يكرر الهجوم مرة أخرى بس انتهى أمره بس بدي أحكي له هالكلمتين هاي الضربة الأولى قاضي كسرت ظهرك أزالت تعبك وسنوات شقائق اللي تعملت بيها وانت بتجمع من الأشطة وتشطقها من جميع المحلات بدون ما إلك وجه حق تأخذ شريط من واحد اللي بدي أخذ شيء من يعني أي واحد من يوتيوب بدي أخذ شيء لازم يستأذن من صاحب الأمر إذا سمح له بو بو أخذ بس إذا أخذ بدون إذنه بس يكون سوى أخذ حق ليس له فكان هو بتقول صاحب باطل وهجمني وما زال يهجمني والله أنا أتعجب يعني مثلا في مجرمين كثيرين في الدنيا زي بشار الأسد وحزب الله حسن نصر الله وكثير من المجرمين زي السيسي وناس سفاكين وقتلي وكفار ما حاط يعني تارك العالم كلها وحاط نقري أنا مع أنه أنا يعني ما هجمته أنا كنت أرد على كل شيء يسوي وما زال يهجم يعني أكل الضرب القاضي بترنع قاعد بنازع هسه ما إلو إشي إلا إيش المنتديات فاتح صفحات على الفيسبوك وفي على جوجل وأنا بإذن الله رايح أسكر لي إياهم كلهم وسكر كل باب إلو باب شر عشان أمنعه يآذم ناس لأنه هذا إنسان والعياذ بالله منه فأحباب الله بدأ بس أجيبها الآيات البسيطة من كتاب الله أبين مين هو بدأ إلى مرئله نفسه ولا أحبابه في الله يبسوط الفرقان 22 و23 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم إذن للمجرمين ويقولون حجرا محجوها وقدمنا إلى ما عملوا من عمله فجعلناه هباء من ثورا دم المسلم على المسلم حرام عرضه ودمه وعرضه حرام وقتاله حرام فما بالك لما يصف الواحد المسلم يقول أشهد أن لا إله لله شهد محمد رسول الله بالمجوسي والدجال والكذاب الأشر ونزل شريط عليه صورة حمار ونهيق واحد الله خلقه فأحسن خلقه قديع السموات الأرض بتحط صورة حمار وتنزل عليه شريط حمار هل تخاف الله أنت؟ والله ما بتخاف رب العالمي عشان يكا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثورا هذا عذاب الدنيا كل تعبك اللي تعبته في محطتك هاي اللي وصلت فيها لثمان تلافمائة مشترك انزلت بلحظة وصدقني أنا ما لقيت عليك سورك البقرة وهي ثالث مرة ستلاقي عليك سورك البقرة كل ما ألقي سورك البقرة بحق اسمك فيها لقيت أول مرة عليك وعلى هذا اللي جمدين اللي معاك وعلى هذا العجوز اللي بقول علي منافق ما بعرف ولا بعرفني ولا عمل ادخلت فيه ولا ما تدعي من المهدي وما لست ما دخلت فيه واحد ولا حد بمراسل وبيقول عني منافق وسب علي وسبت دحكي فيه رب موجود عشان يك وقدمنا لما عملوا من عمل فجعل الله وباء المنثورة كل عمل رايح يكون وباء المنثورة سورة صالة 28 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أنت مفسد في الأرض شو سويت في حياتك غير بس تزوير الرؤى وتزبيطها وتفسيرها على مزاجك فقط لغير شو سويت هل عمرك دافعت عن أهل سوريا والظلم اللي في سوريا هل عمرك دافعت عن شعب مصر العريق اللي بتعدم الورسيس الخائن هل هجمت إيران عبادين الإيران الصفويين ولا حزب الشيطان حزب الله هل دافعت عن بورما هل هجمت أمريكا وروسيا وأوروبا هل هجمت اليهود هل هجمت حكام العرب اللي نهبوا أموال المسلمين الظالمين هل دافعت عن حقوق النساء المظلومة اللي كثير من النساء مش قادرين يتزوجوا وكثير من النساء يهانوا ويضربوا هل هجمت عن الحجاب هل هجمت هل دافعت عن الحجاب هل دافعت عن الرجال اللي بدرسوا بدعبوا وبأخذوا شهادات عليا جامعية وبكالوريس وماجستير ودكتورا مش قادرين يشتغلوا هل جاهدت وقلت قيمة حق على الناس اللي مش لقين مسكن أو مش قادرين يعالجوا أمهاتهم وأبنائهم أو مش قادرين يطعموهم هل دافعت عن الناس ما عندهم الجنسيات في السعودية وغيرها هل ساعدت ناس بحاجة للمساعدة شو اللي بسسوي انت ولي مثل أشكالك قاعد بس بتسوي المنتديات بس لتفسير الأحلام ومش أي حلم الأحلام اللي انت بدخي إياها بتنزلها وبتزور تأويلها وبتجيب أشكال من أشكالك وبتنقل صورة وسخة على الناس وبتعمل حالك بترقي رقي شرعية وعندك وعندك علاج بتعالج الناس وانت بتأخذ بينهم الدولارات واليورو وبتنصب على العالم يا رجل اطلق الله قلت لي عندك أم وعندك أخت وانت وحيدهم استحي عليه استحيلي حالك ولكن لا تخلي أمك تلعنك لا تهبط رأس أختك تستحي أختك تقول إنه هذا أخوي عيب عليك عيب أنا ما بدي أهاجمك بس أنت بتهاجمني وأنا من حق أدافع عن نفسي عشان هيك بقدر أوصل لك بأي لحظة وحكيت في الشرير قبل هذا يجاني عنوانك وكل معلوماتك بس والله يقول ما لأمك وأختك تركتك بس والله ولا مكاني بوصل لك فاستحي على حالك وحط رأسك في الطين أحسن ما أخليك تندم لسه قاعد بتهاجمي لغيت لك القناة ولسه بتهاجم ولك ما بتخاف من القرآن يا زلني ما بتخاف لما قلت لك ألقيت عليك صوت البقرة كلمات الله ما ركب إجريك اهتزت كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس أقول أعوذ بالله منك استعدت من الله رب العالمين منك يا رجل ما بتخاف من الله أو لما تيجي شوف لحظة الهلاك ما تصير ترجف رجف وتقول ربني ارجعون لعلي أعمل صالح أعوذ بالله يقول لك والخشب كيف يكون لواحد شجاع كيف يضعف نفسه معلمهم الرجوع إلى الله قراءة القرآن التزموا فيه قراءة الفاتحة فضائل الفاتحة فضائل البقرة بفسرهم الأحلام رؤياتهم كلها بخير ما بدور على شر فيه واحد يقول لي هاي سيدنا يوسف حكى للمسجون أنه سيصلب وأنا نزلت في الشريق وقلت له هذاك سيدنا يوسف بنزل عليه وحي نبي باقي المعبرين ما بنزل عليهم وحي بصيبوا بخطؤوا عشان يكروا واحد أخطئ بالخير أفسر بالخير وأخطئ ولا أفسر بالشر وأصيب هذا المؤمن الحقيقي أنت بحب الأخوان والخير بس أنت بذيء لعان فحاش فاجر شو اللي سويت اللي يا والله والله لو اقتصبت أحدا من أهلك وأو أكلت مالك أو قتلت حدا من أهلك ما بتهاجم لها القدي شوف شو مصير بسوني اقتصبوا بناتنا في سونيا شوف الدم للركب بالعراق شوف حرقوا لأطفاله وقطعوهم شو قف في بورما فلسطين كدش بتعذبوا الشعب الفلسطيني كدش في ناس فقراء ومساكين فلا تتافع عن هذون بتأخذ أجر هاجموا العداء عداء الله وبتقول عنه الدجال المسيح الدجال وانت عارف المسيح الدجال ما عندوش أولاد وأنا الحمد لله الله رزق لي بالضررية الصالحة أنا كل أولادي الذقور والبنات ما بصيب امرأتي إلا أقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وما بسمي ابني علا على السابع وما من هو واحد يفتحهمه بكلمة بأذن باليمين وبقيم بالشمال وبحنكه بالتمر وبقص شعره أو بحرق شعره وبصدق وزنه ذهب أو فضة وعلى السابع بذبح له العقيقتين وأول كلمة أولادي كل يادهم حكوها مش ماما وبابا ونمنا وكلاموسخ الله وأول جملة حكوها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويفتح شوفوا أولادي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله مضرب مثل عند الغرب جيراني نصراني لما نغيبوا رحلة بأعطوا المفتاح لابني جاري أعطاني مفتاح بيته هاي يوم سافر جاسة العطل العيد شهر وشوي أعطاني مفتاح بيته وأنا جاره صار لي لعشرين سنين لما صارت 11-9 على العالم كلها قامت على المسلمين وكان قاعد في مكان وحق المسلمين حكى ما بسمعه أحد يجيب سنة الإسلام أنا جاري مسلم بأمنه على مرتي ولما مرتي كانت حامل إجاء علي حكى لي وإلى زوجتي هو مرت وإجاء حكى بأي لحظة أنا كنت أشتغل بالليل حكى بأي لحظة في جيك التلق أو كذا بس تصل التليفون هلقى بالتليفون إحنا نوصلك للمستشفى ابني طفل صغير كان بلعب جنب الدار في مكان آخر قبل ما أجل أسكن هون بلعب جنب سيارة قامت صاحبة البيت صرخت على ابني قامت مرتي بنت الزعي لقلت للا هاي جارة لو نصر لي جارة إجاء عيد الميلاد عنا بالشغل بعطوا هدايا بعيد الميلاد للجميع أعطوني هدية أنا ما بأخذ هداياهم بس قلت خلاص أخذتها مش حرام مش خمرة ولا كذا قلت لزوجة تروح يدق عليها الباب وعطيها إياها بمناسبة عيدهم إحنا الجيران في ناس راح يقولك ما بصير يروح يدقوا إحنا أخلاقنا حميدي تعالف المرة هاي اللي كانت عدو بتصير عدوي لزوجة وزوجة زير عدوي لها بتقول لها بتطلع مشوار وبديك بيبي ستر يعني بحدها يدير باله على أولادك حطوا أولادك عندي من أهداء إلى أحباب صاروا هذا إخلاقي أنا وشوفت لما أنت كنت متلت بدور أمرأة لمدة أسابيع وأشهر وأنت بتحكي معاي وبتحاول تغويني وأنا بقول لك يا ابنتي يا ابنتي الصالحة توليك على الجنة الصالح أنا بقدر في ناس بقول لش صبرت عليها لأني خفت على هالبنت هاي توقع مع واحد ابن حرام أنا كنت أظنها أنت قلت بظني أنا ببينها في الدين وفي التقوى عسى أنه الله يهديها واي الشريط شفتوا أنت كشف سر عمان أحمد السعودي من أول إلى آخر هاي أخلاقي أنا أخلاق آل البيت أخلاق الهاشميين أخلاق المؤمنين المخلصين عمر ما واحد احتاج لي قلت له لا أنت شو سويت ولسه بتهجبني مش شايف أنت الناس موقفهم معاي وموقفهم معاك كيف لأنه الله إذا حب أعبد يحبب عبادة المؤمنين فيه يقول يا جبريل إنه يحب فلان فأحبب جبريل عليه السلام ينادي عن الملائكة إن الله يحب فلان وأنا أحبه فأحبه الملائكة منادوا على الأرض ما شفت أنت حب حيوانات إلي القطط وغيرهم من حيوانات ما شفت بركة إيدي في الزراعة ما شفت قوة إيدي اللي بسنخها في الطوب الحراري بخليه زي تراب كله من فضل ربي مش مش طارتي ما بتشوف العلم اللي بلزلوا للناس بحين مشاكلهم لسه بتهاجم لأنك فاجر أنا لو ضربتك كف تضربني كف بتكون إليك حق إذا أعتدوا عليكم فأعتدوا عليكم بمثل ما أعتدوا عليكم أنا عمري ما هاجمتك أنت بلست الهجوم وهجوم الفجار عشان يخبر صوت الانفطار وإن الفجار لفي جحيم أنت فاجر وأن الصفات المنافق إذا خاصم فجر وإذا أحدث كذب وذأت من أخان وإذا آهد غذر وإذا أوعد أخلف ولتعرف أنهم بلحن القول أنت عامل حالك من المؤمنين المخلصين الله يا أحباب لله إذا أفتح الفيسبوك أنا اليوم أفتح الفيسبوك بس أنا أزر كمان شريط لأن زمان ما فتحت الفيسبوك إذا أرجع للحسابات القديمة إلا أخلي رأسه في الطين بلسانه وراحين أشوف المشاهدات لو بدي وهو يقول لي قد يتطلب المصاري من الناس مش هنلقيهم وقاعد بتهمني زورا وبهتانا وبقول لي أنت بتظن أنك أنت المهدي وبدو إياهني أقسم يمير وأباهل أني بظن ولا ما بظن شو هالغباء هذا شو هالجنون هذا وأنا كنا قلت للناس إذا بقول لواحد بايعني يوم الأيام العلوني وإذا بظن المهدي هاي أمر ما بخص شك لك إمتى مين أنت تحاسبني بظنه ولك أنا قربت موضوع المهدي من وراء أشكالكم المنافقين اللي قاعدين تبحثوا عن المهدي وشال السلمو ولو في الخيال إلي أكون المهدي ولا ما أكون ما بدي إياه كله بس هاي بيض رب العالمين إذا الله كتب لكم المهدي غصبا عن شواربك وقول المهدي بس ما أنا بالنسبة إلي لو عندي يقين 99% إني المهدي واحد بالمية مش المهدي 99% برميهم وراء ظاهري أبأخذ الواحد المية أنتو هذون اللي بظنوا المهدي بأخذ الواحد بالمية وبتكون 99% فيما تعموا موضوع المهدي أنا ما بنازع مهدي وما في مهدي موجود اللي أنازعه وعارضه أنا قاعد بأكشف المهديين الدجالين مثل ناصر اليماني ومثل أحمد حسن العسكري والمهديين اللي بطلعوا هذول اللي بيحكوا عن حال المهدي زي الشيخ خارض الختيار التونسي اللي من وجهك اللي حكي عني مرافق هذا مش راحة عم حالي أكشفه دجالنا من دجال أنا بدور على الناس اللي عندهم الفصاحة والبيان وبخدعوا الناس وإنهم أتباع ومصدقين أنا شو ذنبي إذا واحد أو اثنين أو عشر حقوا عني المهدي شو ذنبي شو ذنبي إذا واحد قال عماد صلى الله عليه وسلم هل حرام الواحد يقول صلى الله عليه وسلم أنت ما عندك علم بالدين أنت جاهل الله سبحانه وتعالى بقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور لما هذا أحمد عبد الجواد حبيب قلبه وابن المخلص حكى عني عماد صلى الله عليه وسلم تعرف شو المقصود يا حقير آسف على ما بدأ سب عليه بس لأنك طاولت عليه كثير تعرف لياش لأني علمت أنا قلت له هو الذي يصلي عليكم وملائكته وليخرجكم من الظلمات إلى النور إذا بتقول الله ما صلي على فلان وسلم تعرف شو معناته هاي معناة اللهم مخرج فلان من الظلمات إلى النور هاي واحدة ثنتين ولنبنونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتوا بصيبة وقالوا إن لله ليراجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يلي ما بتعرف الدين أي واحد بترفع أبوه أو ابنه أو أحده أو زوجته وبقول إن لله ليراجعون الله بصلي عليه ومش بصلي عليه بس أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يا جاهل بالدين ما بتعرفش عنده ولما حكيت المهدي رسول بحكي رسول غسبر عن خشمك أكثر من ألف آية تثبت عن المهدي رسول مين بيصدق إنه حل مشاكل الأرض كلياتها خليفة وسلطها راح يقدر يحلها مين بيصدق إنه سيدنا عيسى بن مريا بصلي ورابين المهدي إذا ما كان رسول ومين بيصدق إنه المهدي مش رسول اللي قال عنه رسول صلى الله عليه وسلم طاووس أهل الجنة الطاووس بتباهى على الجميع في الجنة وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال خنقه كخنقي أخلاقه عظيمة زي أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام والخليفة والحاكم والرسول وما هو رسول راح يجيب كتاب جديد ولا تشريع جديد يا مجنون ياللي ما بتفهم كلامي أحباب بالله فهموه تعلم شو معنى رسول رسول رجع الناس للدين الحقيقي اللي كان في زمن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام رسول يقول للناس يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وبكلماته واتبعوه اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم ما قال اتبعوني لما يظهر الإسلام غريبا ويعود غريبا ليش هو أول المسلمين لأنه بقول الإسلام ما ما في مسلم على وجه الأرض في مسلمين بس إسلامه مناقص بس هذا إسلامه كامل هذا المهدي بتهجبني عشان بحكي كلمة حق لأنه دمرتك ومسحتك من أنت كنت ماخذ ريقة بتضحك على المعبرين بتجيبوا بتلمهم عندك بتدخي تحاوتهم كل ما تشوف لك معبر مشهور بتجيب تأخذه إذا ما مشي على مازاجك بتعاديه وبتدمره وبتفاجه بس ما أنا مزي غير يا حبيبي أنا كل ما واحد يتحداني إذا في عيب بصليح وبصير أقوى فعداوة تقري وعداوة الليلة مثل أشكالك تصلح في حالي ومشكركم على العداوة هاي لأنه أنا لما أشوف عداواتكم معرف أني على حق واللي بتعمل وإنت مشكرك عني بتعرف ليش لأنك بتشكرني هسا أني ما معرفني بشوف عماد الدجال عماد المجوسي عماد المسيح الدجال عماد الكذام الأشهر بقول مين هو عماد السعودية أنا بتفكر كل المسلمين معرفوني أنا اللي معرفوني مليون مليون ثلاثة بس اللي بدخلوا عليك مثلك ومثل غيرك والأشكال هاي اللي بتهاجمني مين هذا انت بسوي فعل أهل قريش بإشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان موسم الحج يجوا اجتمعوا كفار قريش قالوا احنا جايين موسم الحج شو قلنا نسوي في محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام حقوا أحسن شغل تقول عنه ساحر كل ما يجي فوج بتقولوا احذروا من محمد احذروا هذول الحجاش بعرفوش من محمد من عبدالله بس لما هذول حذروا منهم صاروا بدانوا استفسروا مين محمد بن عبدالله اللي اهل مكة بتحذر فيه فأنا بشكرك وبقول لك نزل الشطة وزيد زيد اشهرني لأن كل اللي بعرفوني وببحثوا عن الحق رايحين يحبوني زي ما بحبهم ويكرهوك لأنك انت فاجر وإن الفجارة لا فيه جحيم صوت المطففين كلا ان كتاب الفجار فيه سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين والله لو بتخاف لو انك مؤمن بيوم الدين لو اني على حق لو ذرة واحد بالمليون اكون على حق احتمال على حق بتخاف تأذيني لأنه خاف يوم القيامة اكون خصمة والله يحكم بناتنا ودخلك النار مين انت؟ مثل عليك وحي؟ وعقالك عماد الحمد السعودي الدجال لأني خالفت مبادئك كل ما يجي واحد جديد يجيب امر جديد الناس بتحدي الجهالي مثلك واني لو كنانا مثل على شكلك لا في تطورات لا بالدنيا ولا بالدين كان في اوروبا اللي بقول الكرة الارضية كرة دائلية مش من بسيطة يحركوا وانت مثلهم انت بتكون تعيشون بالقرن السابع الميلادي بيانيت تقول الاخلاق وزق الاخلاق الصحابة وبين تقولوا سلفية وبين السلف وبين الاحاديث وبين كذا وانت مين؟ تستعمل التكنولوجيا وحياتك كلها ما الها دخل بالسلف تسمع اغاني وحتى الاشيطة اللي بتنسيها كلها ضدي اغاني وموسيقى روح تطلع على حالك بالامراه ما تطلع على وجهك حتى لو تطلعت على وجهك من بره او من جوه بتشوف شيطان انت تقولي انا مجوسي وانا معلم للشيطان من نقر الله لان الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم انت اعتذيت علي واحد اثيم وصفت بالاثم واحد مني على حق واحد على باطن واوثبت للجميع قبل ما يلغو بقناتك باربع خمس ساعات قالت عليك صوت البقرة انتهيت انتهت محطاتك وهالي الكف الاول اليك مني والديي مزيد اصبر صوت البقرة عام خمس وخمسين قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نفصل الايات ونتستبين سبيل المجرمين انا طول عمري ولم يدس القرآن ستعرف سبيل المجرمين انت مجرم معتدين اثيم والمجرم تعرفوا في اي مكان في الدنيا او في الاخرية المجرم في الدنيا على حسب جريم اما يقتل او يجن في الاخرية ان المجرمين في عذاب جهنما خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانهم الظالمون وناتوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جئتونا جئناكم بالحق ولكن اكثركم من الحق كانهم طيب انت رجل ما بتخاف الله مجرم عشان يكا هذول المنافقون اللي معاك والجاهلين اي واحد بتافع عني عندك بتطاول عليه بتبهدله وبدك تمنعه على التعبير لانه ما مش على هواك انا عندي صفحة فيها 18 الف وبتصير 20 الف وراح تصير 100 الف باذن الله ويمكن ملايين مع المستقبل عندي معبرين وقلت للمعبرين ممنوع معبر يعبر على تعبير المعبر فهمت علي انت لا بدك تفرض رأيك خاوة لا اكره في الدين فما بلخ بالتعبير التعبير الهام ما هي امر منزل فتوى مبينة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب الله على حسب الرأي ان كان اهل الخير من اهل الخير بفسر بالخير وان كان من اهل الشر بفسر بالشر مثل وجهك عشان هيك هذول الناس اللي ما بعرفوك سوط المنافقون اربعة قالت تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشبون مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يؤفكون انت واحد بهذول الناس الناس بعرف الشيخ لك لان ما شفتك يقول ما ظنيش ان الجسم هو جسم الرجال والله ما توقع جسم الرجال ممكن جسم حتى الجسم الانت احسا اقو منك وان يقولوا تسمع لقولهم انت السالة خلقت تقولوا وكله باطل كأنهم خشبون مسندة يحسبون كل صيحة عليهم اي واحد بعبر اي تعبية كأنه بهاجبك انت العدو احذروهم احذروه هذول الناس احباب بالله قاتلهم الله ان يؤفكون وما في معاك الا ثلاث اربعة يمكن تكون انت كمان هذا نجم الدين الله ما يجعله نجم يجعله نجم ينفجر في حاله ودينه هذا وقل له قل يا ايها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون لانه اللي بيسي اغضم بالانسان وبتطاول على الواحد يا رجل كانوا يجوا الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم كفار عملهم بالحسنى واحد دخل على المسجد بالجوات المسجد غذبوا الصحابة يجو علي حكا يتركوه حتى لا تقطعوا علي بوله روح يجيبوا مية ويجيبوا لي هاي اخلاق الاسلام والمسلمين لزي اخلاقك ودخل انا بقول لا الهي لله محمد الرسول الله هاي بتكفي بس انت بتعرف هذا الكلام ما بتعرفوه قاتلك الله انا تؤفكوك وبتهدك وبتقول رؤية رؤية فسرتها انه رؤية تبشر بقتل عماد احمد السعودي ههههههههه من املك او امير او قائد عظيم تتزع عليك وعلى اسشكال ما تحدد nova يلا تحكى عنهم نضع صعر من رأسهم ولك الرؤية كلها خير جيبت قال على انا وكزهو ان سيدنا موسى واكز هذا المصري عشان الرجل واكزني برأسي تعالوا شو معناه الرؤية ياللي ما بتعرف التعبير الرؤية يجاني اللي قاني متكئ مغطأ ببطانية تعالوا شو معنات هاي معتزر للناس يا ايها المدثر انا مختفى عن الناس انا مطلع على الناس انا مطلع اشتطى قال الله وقال الرسول بس في واحد منهم قاعد معاى وقاعد معاى ولك انا باخر الدنيا واللي بدو يعطيني يوم الايام ذرة تعالوا اذبحوني اذا باخذ من واحد شيء بالدنيا ماديا او سلطان او اي شيء انا باعطي ما باخذ وكزني على رأسي الوكز هذاك فوكزه فقضى عليه بس ايش كان في قتال بين واحد من شيعته هذا الرجل اللي اجي علي انا على بيتي لقاني متكئ نايم متغطل البطانية بطانتي احبابي بالله معاهم هم من معاي وكزني فرأسي يعني بيلي شيء انا كنت غافل عنه لاي معنى وكزه لان الرأس شو فيه العقل لما قال الرجل انه انا من آل البيت انا قلت له شو هذا ايش يعني انا شككت في الموضوع انا لما عبرت في رؤية بصفحتي نزلت شريط فيها قبل ما تفلسف انت اكدت انه هذا الرجل من آل البيت لانه الشك الشك في المنام يقين فان كنت في شك مما انزل اليك اي قراري فاسأل الذين يقرؤون الكتابه من قبلك يكتلون الكتابه من قبلك فان كنت في شك الشك معناته يقين يلي ما بتعلم فتعبر لما رأى على صفحات الحكمة والله ما شكت اللي عندك لما نزلت الدي شريط بتقول سيقتل الله يا تبشتر مقتل عمادس احمد السعودي الرأيين عندي هاي معبري العظيمي سألته هل انت من آل البيت قال نعم من آل البيت وانا فسرت لي اياها والله ما شكت الرؤية كيف فسرت لاني مش فاتح الفيسر نمدي هذا بتدلك انا ما بسأل الواحد انت من آل البيت او بسأله اسمك عنوانك عمرك متزوج هاي بسأل الجميع هذا المعبري الحقيقي ما بسأل من الرؤية ببين الامر اكدت انه هذا من آل البيت مشان ابين جهلك وعلمي في التعبير فروح روح يتعلم التعبير بعدين استنفسر للناس لانك تكتب تأويل الرؤية فتوى ومن افتها بغير علم فليتبوى مقعده في النار فاسكت لا بالقرآن عندك حج تحاربني فيها الا عمال احنا السعودي بقدر وبقول انا مهدي رسول تعرف انه في ملايين الناس صدقوني ولسه ولسه رح يصير ملايين ويزيدوا لانه مصرى يستعمل عقولهم اللي اغلقتوها انتوا انتوا قفلتوا على روس الناس بدكوا اياهم زي الرهبان بالعصول القديمة هسا اروح وشوف النصرانية كلهم امتخلوا عليها بطر يؤمنوا فيها كلهم اقول لك ابوي كان نصراني انا عايش في بلد غربي وبتقول عني بقول انه المهدي مظهر في بلد غربي بقصد لانا ولك يا لغبي انا عايش في جنوب الارض بلد جنوبي البلد الغربي يعني غرب الارض يا اعمى بس انت بتخيل لازم يكون من المغرب العربي مشان يكون تولسي مشان يكون حاتل اللي هو بتاع الامر هذا اللي دبحك لما قدرت لك الرؤية صابق جنوب هاي سبب العداب رؤية واحدة قدت لك خايم من الشيطان بعدين وبتخوفني من ملك وحاكم وسلطان لو بخاف حكيت اللي حكيته انا ولك دعيت عليهم كلهم ما حابحس بحساب لا لا حاكم ولا ملك ولا سلطان ولا شيطان ولا بني ادم قلت الشيطان هون تحت قندرتي كل السحرة هون كل المنافقين والفاجرين وهو اي واحد بتطاول على السيدة عائشة بحط اجري على راسه لا بحسي بحساب لحده ولت الصوفية ملعونين هذولة اللي على القبور وقاعدين بالرقص في المساجد ولك انت جمال رعديد شو اللي جاب الطرر الترية شو جاب الاسر للارنب عشان هيك الله سبحانه تعالى تخوفني قال صورة 36 أليس الله بكاف العبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هد انا ما بخافر لله اواطي بعدين صورة الحجر من 95 إلى 98 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم انك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله اله اخر فسوف يعلمون ولقد نعلم انك يذيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وقل من الساجدين انت رجل مشتك في الله اخدت المهدي سبب العداو بينه بينك مع انه انا ما بهمني المهدي اللي بهمني رب المهدي انا مامور كعابد عنده علم واي اسن مسلم يبلغ اللي بيعرفه فنزلت عن المهدي بس انا مش بحاجة للمهدي لانه عندي اللي اعظم من المهدي عندي القرآن الكريم عندي رب العالمين وانا بتمنى ان يجي المهدي بس لانه بامر الله سبحانه وتعالى بس الله قادر بدون المهدي مش بحاجة للمهدي رب العالمين بس لانه بكل اشتراف مسبب اخذبت لما قلت لك انا عندي اهم من المهدي قلت لي من اهم من المهدي اه رب المهدي اهم من المهدي مين اعظم من المهدي ولا القرآن القرآن هذا كلمات الله كلمة قالها رب العالمين بين الكهف والمون خلق السماوات والارض خلق ادم بكل ما فيكون مين بتقول المهدي عند رب العالمين وكلماته بنقول الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب الحمد مش عشان عبده الحمد لله الكتاب اللي الله انزلوا على عبده انا كتاب الله ومش عاجبك اني بتمسك القرآن الكريم في كل مكان بحمده بحطه جنبي بتقول داما بحطه كتاب لانه انا ملت زين في كتاب متنسكه سالي 26 سنة ما هجرته بالسيارة معاي بروح الاجنيني معاي بسافر معاي بالسيارة معاي في الشغل معاي مزيك ولا مراجبت اي يا رجل مجغول في الاحلام انا حتى الاحلام بجيب ايات فيها فروح روح السخط والغضب جاء علي قريبا وانا خليك تندم على اليوم الولدت فيه مش انا صوت البقرة قالت تعليك بعدين بعدين شو يقولون صوت البقرة 153 قال تعالى يا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين انا صابر صابر على اخذ حقي منك وحقوق الضعفاء والنساء اللي خطف اعراضهم انت لما اجيت في سفة امرأة عملت حالك امرأة مغربية والجزائرية ولكن اطول على الانساء المغرب والجزائر يا واطي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحش بين الذين امنوا فبشره بعذاب الالم في الدنيا وفي الاخرة والله يعلم انتم لا تعلمون انت شيطان رجيم والله انا احبابي بالله بس الدور جيكو القرآن الكريم ومين هو بدأ الامر وش راح يصير فيه بشان اذا صار اللي انا قاعد بحكيه انا ما بتوقع انا مسردك في كتاب الله وكلماته فبشرهم بعذاب الالم عشان يا اخباب بالله صورة العمران مئة ثلاثة وسبعين قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله نعم الوكيل كل اللي اللي بتجمعوا انت عندك مديش واحد بكي عليه هاي يا احبابي ادخلوا على المنتديات تمعين نفس الاشكال اثنين او ثلاثة بس بيعوا زيك ويمكن تقول انت ضال عن الطريق تعمل حالك رجل صالح وهي المنافق الو الف وجه وبجه اذا خاصة بفجر لتعرف انهم بنحن القول او ما تعرفت عليك ابي وحبيبي وعمري والله اني بحبك وبرتاح لك ودعيلي بعدين بشي هذون الفجر وانا بقول حسبي الله وانا اعملوا كي فيك سورة النحل 128 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ان اكرمكم عند الله اتقاكم الله اعلم بمن اتقى هاي الاحباب بالله كل العالم بيعرفوني الحمد لله انا مش فاجر واذا حدثت ما كذبت واذا اوعدت ما اخلفت واذا اتمنت ما اخلت واذا خاصمت ما فجرت واذا اوعدت ما اخلفت انت رجل فاجر انا بس برد علم تفعله وقلت له بشي رد بس هذا الشريط مش هان الشهر الزيد ويعرفوا الناس كيف يتعاملوا معك ومع غيرك يلقوا على الواحد القرآن الكريم سورة البقرة بس يكونوا مظلومين ويقوها على الظالم اذا كان من المسلمين تكون هداية بس اذا كان فاجر مثلك امري ايش ان تعذبهم فانهم عباتك وان تخفر لهم فانك الغفور الرحيل انا وكلت امري والقيت حمري والظلم اللي انظلمت منك انا وكل من انظلموا سلمنا لربنا ولي امرنا الضيئة فهو فعل الميشة بعدين صوت العنكبو تسعة وشتين قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سمولنا وإن الله قال الحمد لله محسن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كل اللي بعرفني أساءوا بحقي أحسن معهم صرنا أحباب ادفع بالتي أحسن فإذ الذي بينك هو بينك أداوة كأنه ولي الحميم وما يلقى الذين صبروا وما يلقى الذين حضر عظيم واذا شفت الشريط اللي نزلته كنت انا معك محسن وقلت لك يا رجل انسى الموضوع وإن شاء الله وقلت لك انسى الموضوع وبينا انه محسن وانت فاجر آخر شيء سورة محمد 35 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلى والله معكم ولن يتركهم أعمالكم أنا مش راح أدو على السلم ومش راح أسانك لأني أنا الأعلى لأن الحق يُعلى ولا يُعلى علي وأنت الأدنى في حالي وحدي بس إذا بتعتذر رسمياً بسأل الله يعطي عنك ويسامحك لأني والله ما بحب المطر أنا مخلوق مع أنك أضريتني وأذيتني كثير وهذه الفرصة الأخيرة إلك والله إلا أظن ألقي عليك صوت البقرة يومياً وأبتهي ليلة الله ما بدي إياك تموت بدي إياك بدي إياك تصير حبرة لمن اعتبر وبتشوف عماد أحمد علي السعود الهاشمي الحسيني الحسني الرفاعي مين هو؟ عند رب العالمين وعند الناس نحن من المتقين وبنخاف رب العالمين واللي بمديننا أيدي بندله أيتين مهما سوى الإنسان معانا واعتذر بنسامح بس إذا أخذت العزة بالإثم والله اللي نكسر خشمك ونحطه في الطين اشهدوا علي أحباب الله أنا ما بحب الظلم وأنا بحب الفجور إن عدتم عدنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون يقول فيتبعون أحسن أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحقي وما ترغي لي عني وعنك وأحبابي بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله